يعني هو ده شعرهم الطبيعي بأكيد أحلى حاجة عليهم وأكيد أحلى حاجة بتلق لهم هي القصة إنه كمان لما حد بيقول لبنت صغيرة أنت شعرك هيش أو مش حلو ده بيسيب بواقع نفسي مش لطيف وللأسف الكولتشر عندنا إنه بدل ما الأم مثلا ساعد تهتم بالشعر بحيث إنه يتوصله إنه يبقى شكله حلو وهو كيرلي أو مجعد بتقول لها أصحيح ما أنا بنت شعري هيش وبعدين بتاخدها بتعمل كرياتين وبروتين وكل الكلام ده لدرجة في الآخر إنه هو بيبقى ستريت قوي أو بينزل حتة واحدة من كتر ما هو تالف ودمج فتبتدي البنت تفتكر إنها شعرها هيش بس مش شعرها كيرلي ولا مجعد إنه هو هيش بس ولازم تخش في السايكل بتاعت إنها تفرده طول حياتها لإما بالسشوار لإما بالكرياتين لإما بالبروتين وتفقد الثقة إنها تعكسه أو تسيبه في حالته الطبيعية لدرجة إنه إحنا لما كنا بنتكلم على الجروب إحنا بتدينا الأول إن إحنا ندعو إلى استخدام وسائل طبيعية لتحسين صحة الشعر فبتدت الناس تجرب كل الكلام ده وبتدت تشوف نتيجة من أول مرة وبتدوا يشاركوا مع بعض إزاي إن الموضوع ده بيساعدهم فقلنا طب وليه مش خطوة تانية إن إحنا نسيب شعرنا من غير حرارة على طبيعته لقد كتعامل حاجة اسمها هيت فريت شالنج آه آه بزبط يعني إيه؟ يعني شعر بدون حرارة هيقالت كده شعر بدون حرارة تحدي بدون حرارة إن إحنا بنعمل حاجات كتيرة لشعرنا على الجروب إن إحنا نخليه الحرارة دي لها السشوار الها السشوار والكرياتين أو البروتين أو البيبيليس أو كل الكلام ده فبتدنا حاجة اسمها تحدي بلا حرارة فلما بتدنا التحدي ده الناس كلاك تخيفة جداً إن هي تسيب شعرها من غير سشوار يعني الأذى النفسي اللي وقع عليهم من الكومنس أو التعليقات بتاعة الناس أو من اللي كانوا بيسمعوه قبل كده وصل لدرجة إن هي ما ينفعش تسيب شعرها يوم واحد من غير سشوار طب أنا هنزل إزاي؟ طب أنا هروح الشغل إزاي؟ طب أنا هروح فرح إزاي؟ فالحمد لله من قوة الجروب قدرنا إن إحنا نشجع بعض وإن إحنا نحط صور لنفسنا أول ما بننزل من غير سشوار عشان في الأول الشعر طبعاً بيبقى تالف فما بيبقاش في أحسن صورة ليه كنا بنشجع بعض وكنا دايماً بندي كلام حلو البعض بحيث إن إحنا هنتشجع وننزل ونسيبه مع الوقت ومع استعادة الحيوية للشعر وصحته بيبقى شكله أحسن فالبنت بتستعيد الثقة بنفسها وبتبتدي تنزل بيه فعلاً بدون حرارة وأنا عاوز أقول لكم حاجة تانية كمان اللي إحنا كتشفناها على الجروب إنه لما الواحدة بتستعيد الثقة في نفسها وشعره بيتحول من مصدر كان لمضايقات لمصدر مجاملة يعني أنت قلتولي إن أنا شعري شكله حلوي صح؟ أنا زمانكة الناس بتبتري على شعري وأنا صغيرة كان دايماً يقولوني شعر كيش فالكمية استساعدة الواحد بياخدها لما حاجة كانت مدايقية قبل كده وقدر إن هو يحولها لحاجة بقت مصدر فخرة أو مصدر تعليقات حلوة أو مجاملة حاجة كبيرة جداً طبعاً فالبنت بتاخد ثقة في نفسها بحاجات تانية كتير قوي طب أنا مثلاً ما كنتش بلعب رياضة لأ أنا هتشجع ولعب رياضة طب أنا مثلاً مش عارفة أعمل أي حاجة في الشغل لأ أنا هتشجع وكمان تأثير الموضوع ده بيبقى إن هي ما بتبقاش بتسمع لتعليقات الناس زي الأول يعني أنا في الأول أنا نزل طب أنا الناس هتقول إيه على شعري لأ شكله حلو لأ شكله مش حلو لما بتبتدي تعمل تحدي بلا حرارة وتبتدي تستعيد الثقة في شعرها على الرغم من إن تعليقات الناس في معظم الأحيان مش قد كده بتقول لأ أنا بعد كده بقى مش هسمع كل تعليقات الناس اللي هي المضرة ليا وهعمل اللي فيه مصلحتي فهو الموضوع هو فعلا شعر بيتكلم على الشعر